سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحرص سموه على توجيه الأنجال سمو الشيخ الشيمة بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة أثناء مراحل السباق التي أقيم لمسافة 60 كيلو متر في قرية البحرين الدولية للقدرة حيث تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص سموه على عكس خبراته للأنجال لمواصلة التقدم والنمو في عالم رياضة القدرة وبهذه المناسبة أكد سموه أن سباقات الأنجال للقدرة خطة حكيمة وهدف رئيسي في تأهيل الفرسان الناشئين وزرع حب هذه الرياضة العريقة بنفوسهم حيث أن هذه الفئة يعتبرون نواة المستقبل للقدرة البحرينية التي تمضي قدما نحو المزيد من الازدهار وحققت العديد من المكاسب في الفترة الماضية انعكست على المشاركات الخارجية للفريق الملكي وعشر سموه إلى أن سباقات الأنجال لها أهمية في كسب المزيد من المهارات والخبرات لهذه الفئة الذين سيكونون قادرين على أن يحملوا لواء القدرة البحرينية في المستقبل مشددا سموه على حرصه الدائم على دعم الأنجال لتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات خصوصا أن هذه الفئة الناشئة تحتاج إلى التوجيه والدعم هذا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم أنجال سموه الكرام بمناسبة إنهاء السباق بنجاح حيث توج سموه سمو الشيخ شيمة بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة ونال سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة على تكريم خاص اشتركوا في القناة